أعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات لجريمة الاغتيال النكرة للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة وذلك بالقرب من مخيم جنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك إصابة الصحفي علي لسمودي وأكدت وزارة الخارجية أن تلك الجريمة بحق الصحفية الفلسطينية خلال تأدية عملها تعد انتهاكا صارخا لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنسانية وتعديا سافرا على حرية الصحفة والإعلام والحق في التعبير مطالبة بالبدء الفوري في إجراء تحقيق شامل يفضي إلى تحقيق العدالة الناجزة هذا وتتقدم وزارة الخارجية بخالص العزاء وصادق المواساة لدو الفقيدة ولكافة الأشقاء الفلسطينيين في هذا المصاب الجلل ترجمة نانسي قنقر